ما علينا إلا أن نتحد مع هذه الطاقات أن نقوم بدورنا نحن بناء مع الكون ما هو دورنا نقوم بدفع هذا التطور أكثر عن طريق بناء طاقات حب وفرح وسلام وطمأنينة في حياتنا وحياة الكائنات الأخرى تلاحظون هذه الديناميكية نأخذ جلسة التنفس ندخل في جلسة التنفس تغمض عيونك تريد التالي تقول أنا متحد مع كل طاقات الكون أنا متحد مع كل طاقات الكون أنا متحد مع طاقات الطبيعة أنا متحد مع طاقات الكائنات الحيوانية أنا متحد مع طاقات الكائنات النباتية أنا متحد مع طاقات الكواكب أنا متحد أنا متحد مع الذرات أنا متحد مع الأرض أنا متحد مع الهواء أنا متحد مع البحيرات مع البحار أنا متحد مع كل شيء وتتنفس تشعر بهذا الاتحاد ممكن في هذه الأثناء تأتيك صور ممكن صور نجوم اتحد معها ممكن صور طيور اتحد معها ممكن صور أجار جميلة اتحد معها أي صورة تأتي في بالك اتحد معها تريد أن تعطيك شيء تمنحك طاقة فمثلا أنا الآن وأنا طبق هذه الجلسة تأتيني صور النجوم هكذا والصورة التي تأتيني نجوم بيضاء تقول لي اطمئن وفرحانة هي تتكلم يعني الأشياء تتكلم الطيور تتكلم النجوم تتكلم تسمع كلامها في أي صورة طاقية لأي كائن تأتي في بالك الآن اتحد مع هذه الطاقة وابدأ حوارات معاها تكلم ممكن طاقة كوكب ممكن طاقة نباتات ممكن طاقة حيوانات ممكن طاقة بشر وباركها فأنا أقول مثلا وبارك طاقات النجوم اتحد مع طاقات النجوم واسألها ممكن لديكها ظرف نعم اسأل مباشرة اسأل اطلب منها الآن نقول التالي تزداد طاقات الطبيعة فرح أكثر هكذا تزداد طاقات الطبيعة طاقات الجبال طاقات البحار طاقات النباتات امتلوا بالفرح أكثر تزداد طاقات الكواكب من شراح أكثر وبهدوء أكثر وبسلام أكثر وبحكمة أكثر هكذا نقول تزداد طاقات شعوب الأرض بالثراء المالي شعوب الأرض تفرح أكثر تهدأ أكثر فنقوم بزيادة الطاقة الإيجابية هذا هو دورنا ندفع الكون باتجاه التطور الإيجابي فما هو دورنا ندفع الكون باتجاه التطور الإيجابي أيضا نستلم طاقات من كائنات أخرى ونرسل هذه الطاقات إلى كائنات أخرى وأيضا فكرنا نرسله من أجل أن نقوم بزيادة وعي التطور الإيجابي فنقول تزداد طاقات الطبيعة حب أكثر سعادة أكثر ضحك أكثر نقول تفرح الطيور أكثر تفرح القطط أكثر هكذا تفرح الكلاب أكثر نرسل طاقة حب إلى جميع الكواكب وتعيش الكواكب فرح أكثر سلام أكثر نرسل طاقة حب وفرح وضحكات إلى جميع شعوب الأرض وشعوب الأرض تضحك أكثر تفرح أكثر تطمئن أكثر شعوب الأرض تشعر بالاسترخاء أكثر تعيش الاسترخاء أكثر شعوب الأرض نرسل طاقة حب إلى كل الطيور وكل الطيور تعيش سعادة أكثر نقول امتلؤوا يا طيور الأرض بالسعادة امتلؤوا يا طيور الأرض بالفرح امتلؤوا يا طيور الأرض بالسلام بالأمان ونرسل طاقة حب إلى الكائنات النباتية في الأرض نقول امتلؤوا يا نباتات الأرض بالفرح بالسلام بالسعادة بالأطمئنان تتنفس تنفس عميق ارسل طاقة حب وضحك وسلام إلى الأتجار نعم إلى الأتجار نقول أتجار الأرض تعيش ضحك أكثر فرح أكثر سلام أكثر جمال أكثر نرسل طاقة حب وسلام إلى تراب الأرض إلى صحار الأرض تتحول صحار الأرض نقول تتحول صحار الأرض إلى حداغ جميلة فيها أتجار كثيرة فيها أنهار كثيرة امتلي يا صحار الأرض بالحب والسعادة تغيري كوني حدائق هكذا كوني حدائق جميلة كوني حدائق جميلة ونبني صور الصحار الأرض تتحول نعم تتحول إلى حدائق جميلة ممكن نسأل طاقة المشتري أن يبني هذا البناء أيضا فنقول أيها الكوكب العظيم أملأ كل صحار الأرض بأنجار جميلة بأنجار جميلة ونرى الصحارة تتحول إلى حدائق جميلة أنهار جميلة فرح سعادة في الأرض فهذا هو دورنا نشر الفرح والسعادة تطوير الكون نعم يعني أنت لا ترى نفسك تقول يعني ممكن تقول أنا كان لا أستطيع أن أفعل شيء أو أشياء على العكس أنت كائن كوني تستطيع أن تفعل كل شيء فقول أنا كائن كوني أستطيع أن أفعل كل الأشياء قول أنا قوة كونية في داخلي روح الرب في داخلي قوة الكون في داخلي طاقة الكون في داخلي عقل الرب أبني مع الكون الحب السلام الأمان في حياتي وحياة الكائنات الأخرى هكذا تقول أبني مع الكون أبني حياتي أتألق أكثر أبدع أكثر وأساهم أشارك في تطوير الكون وتطوير الكائنات الأخرى أمتلك القوة الكونية قل هذا أمتلك القوة الكونية أنا روح الرب أنا روح الكون أشكر الرب أشكر روح الكون أشكر حياتي أشكر السلام الذي أعيشه أشكر فكر الكون أشكر حب الكون أشكر كل طاقات الأكوان أشكر طاقات الملائكة أشكر طاقات الكواكب أشكر طاقات الأرض طاقات النباتات طاقات الحيوانات أشكر وجودهم في حياتي أشكر وجودهم في حياتي أشكر وجودهم في حياتي أمين 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر